حينما تتحدث الحكومات المتعاقبة في العراق عن إنجازاتها المزعومة في تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي يحق للمواطن العراقي أن يتساءل ما بال العراقيين يصطفون في طوابير الهجرة كل عام ويزاحمون مواطني بلاد الحروب على حدود الدول الأوروبية حتى حلوا في السنوات الأخيرة ثاني أكثر الدول العربية بعد السوريين طلبا للهجرة بحسب إحصاءات منظمات دولية ولا يأتي خبر عن قارب غارق يقل المهاجرين إلا وفيه عراقيون وكذلك من يموتون في غابات الدول الأوروبية فيهم عراقيون وفي كل عام يزداد عدد طالبي اللجوء من العراق كل ذلك يدفع إلى سؤال ملح حول دوافع هذه الهجرة يجيب الشباب العراقي بأن بلادهم تحولت إلى بيئة طاردة للمجتمع ووضع الشباب بين خيارين إما الهروب من جحيم الواقع المزري أو البقاء في البلاد حيث الفقر والبطالة وتردي مستوى التعليم وبالتالي الوقوع في شرك المخدرات واللجوء للانتحار أو الانخراط في صفوف الميليشيات تأمينا للقمة العيش بينما يرون ثروات بلادهم تنهب من قبل الساسة والمرتبطين بهم ويكفي لهذه المفارقة أن تنشي أجيلا غير سوي مشبعا بالصدمات النفسية تحول العراق إلى بيئة طاردة للمجتمع لا يؤثر فقط على الناحية السكانية وإنما يساهم في تفريغ البلاد من الطبقات المنتجة والفعالة وبالتالي تأخر حضاري وانهيار مؤسساتي بحسب المفهوم الصحيح للدولة وبقاء الساحة فارغة للجهل والفاسدين ليزيد العراق انهيارا ودمارا وهذا هو تحديدا الهدف الحقيقي من وراء غزو العراق وتسليط الأحزاب الفاسدة على رقاب شعبه